التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول موهوزي موسيفيني قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا حيث تناول هذا اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار القارة الأفريقية كذلك مناقشة سبو الدعم وتطوير أفاق التعاون العسكري المشترك تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على أمن واستقرار القارة الأفريقية كذلك مناقشة سبو الدعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الراصخة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والأغندية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون المشتركة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع الشعبية الأغندية عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع شعبي مصر وأغندا مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري الأغندي بالقاهرة